عين قداسة البابا فرانسيس أعضاء جدد في المجلس البابوي للحوار بين الأديان من بينهم سيادة المطران وليام الشوملي المطران اللاتين في الأردن واجتملت التعيينات الجديدة على 6 كرادلة و 16 أسقفا من جميع أنحاء العالم ويهدف هذا المجلس البابوي إلى تعزيز الحوار بين الأديان تماشيا مع روح المجمع الفاتيكان الثاني كما يقوم المجلس بتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين والتعاون بين الكاثوليك وأتباع التقاليد الدينية الأخرى بالإضافة إلى تشجيع دراسة الأديان وتعزيز تنشئة الأشخاص المتفانينة في الحوار ومن جهته أن المعهد الملكي للدراسات الدينية المطران الشوملي بمناسبة تعيينه عضوا في المجلس البابوي للحوار بين الأديان في حاضرة الفاتيكان ويعد هذا التعيين اعترافا بدور الأردن الريادي بتعزيز الحوار بين أتباع الأديان وبالأخص الحوار الإسلامي المسيحي وبهذه المناسبة يسر فضائية نورسات في الأردن وفلسطين ممثلة بالمديرة الإقليمية الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن تتقدم بأجمل عبارات التهنئة والتبريك لصاحب السيادة المطران ويليام الشوملي كلي الوقار ضارعة إلى الله بأن يمنح الرب الإله سيادته سنين كثيرة في خدمة قداسة البابا والكنيسة جمعا